السلام عليكم أنا أحمد الإمام وحلقة جديدة هي مش حلقة هنحل النهاردة مسألة من سلسلة Problem Solving بالعربي ومعانا باش مهندس أحمد السيد منورنا كالعادة هنحاول نشوف مسألة احنا مش مهتمين قوي بالصعوبة المسألة او بنوعها هل هي طبع نوع ايه هل هي طبع سلايدينج ويندو ولا طبع دي بي ولا غير واحنا بنحاول نشوف مسألة معينة وبنفكر في الحلول المتاحة لها وكأننا في انترفيو فآآ احمد هيحاول يقول لنا هو بيعمل ايه في الانترفيو بياخد المسألة اللي قدامه ازاي بيطلع منها الاوبت اللي هيبدأ يشتغل عليه وازاي عموما هو ممكن يتعامل في الانترفيو ازاي بيشرح للشخص اللي موجود يوريه او يفهمه ايه اللي بيحصل بالزبط فاحنا كأننا رحلة في عقل احمد دلوقتي وهو بيحل المسائل فان شاء الله تستفيده زكا ابو حميد منوّرنا احمد السلام عليكم قلنا مجهز لنا مسألتين النهاردة مجهز لنا مسألتين ايه اوكي ايه واللينك اللي انا يعني نجيت ابو ديت with my own self من غير ما احمد اليمان بيبعتولي عراسلين بس صوت فالبحتة اوه اقررنا ان احنا اختار نفس المسألة اللي هو الكنتينر with the most water دي مسألة ميديوم موجودة على lead code طيب الاول حاجة نبص على المسألة you are given an integer array the high of length n فانا الانبود بتاعي هيكون هو الاري ديت في شوية أرقوم ها اوه ايه ايه فحندنا الاري دوت بيدينا الهي بتاع كل بوينت من البيانت ديت والجول بتاع المسألة انه هو بيحاول يعرف المكسيموم اريا المكسيموم اريا اللي هي المطول في العرض فانا من الاخر بحاول ادور ايها بحاول التفكير الاولاني او اول حاجة هتيجي في الماغي ان انا لو عندي الرسمة اللي قدامي ديت وبحاول اعرف المكسيموم هاي اول حاجة هحاول افكر فيها او حاول اجيب المكسيموم هاي فيها ان انا هبدأ من كل نقطة وعدي على كل النقطة التانية اللي هي هتبقى النسكوير من البداية يعني هعدي باتنين فور لوبس علشان احاول احسب الاري بتاعت من كل نقطة للتانية وبعدين بناء على كده او بناء على الريزلت بتاعتها هشوف انهي مكسيموم اريا عندي مش عارفة كده واضحة وللقه بس المثال مثلا اللي جاي قدامي هنا الاري بتاعت ديت بيساوي كام بيساوي المنموم هاي اللي هو الحاجة الاقل من الحاجة الاقل في الطرفين دولت اللي هي عندنا في الكيس ديت اللي هي سبعة في الفرق ما بين النقطة يدي الطول في العرض يعني انا بحاول ادهر على الطول في العرض ببسك كل نقطة وعدي من النقطة الاولانية ديت هاخد منها للتانية هشوف الاقل المساحة كام الطول في العرض فتبقى المساحة عندي الواحد الاولاني دوت وابدأ اعدي منه لكل النقطة التالية فالواحد والتمانية الواحد والتمانية دولت لو بسيت عليهم الاريا او المكسيموم وطر اريا في الاتنين دولت هتكون عاملة ازاي او حتى في الديسكوشن بتاعت المسألة كان فيه ناس كتير بتتكلم على انها مش واضحة شوية او حتة انها مدخل الوضع في الموضوع فالناس اوضع مش مش انا بحاول احنا مش هنجغل بالنا بها هي محلول الناس حلتها ازاي او ايه الحلول اللي موجودة احنا هم نحاول نفكر فيها ونحاول نطلع يعني نوصل للناس اصلا ازاي بنفكر في المسألة ده المهم اهم من المسألة نفسها بوصل من النقطة بس ان هي يعني المسألة نفسها وفهم المسألة وفهم المطلوب منها قبل ما ابدأ احط ايدي في الكود قبل ما اجي هنا اعمل اي حاجة انا بحاول افهم المسألة نفسها عبارة عن ايه واجرب مع نفسي بكذا يوسكيس فانا بحاول دلوقتي ديت انا باخد اول نقطتين علشان احاول اعمل عليهم تست اللي هم واحد وثمانية فواحد وثمانية دولت المساحة بتاعتهم هتكون عاملة ازاي او هحسبها ازاي انا هاخد الفرق ما بين الاثنين دولت الواحد هما النقطة القولة والنقطة الثانية هما الınd سيز بتوعي القريم اللي هما الزيرو والواحد هاخد الفرق ما بينهم علشان دوت بيديني العرد واحد ناقص زيرو او واحد ناقص زيرو رو هيديني العرد ان هو واحد و المنموم هاي ما بين الاثنين المينموم عشان لو هو لو اكتر من المينموم المياه المفترض هتقعه فمش هتبقى دي اريا فيها فيها مياه يعني فلان المياه هي يعني دي الحتة اعتقد اللي في المسألة ان وجود المياه ده معناه ان انت دايما هتاخد المينموم هتاخد المينموم هاي ما بين الاتنين بلظبط الاولية المستطرقة بس فالواحد الواحد الثمانية دولة اخد الفان ما بينهم فهيطلع عندي واحد في واحد فالاريا هنا هو في ثجون واحد او المياه هتشغل مساحة واحد ا responsibilities ايه وبعدين هاخد الواحد دي انا لسه عندي الواحد عبصت على ال biriikesا هتحرك منه وبصت على ال6 ببقى عندي واحد طفل المسافة ما بين الاتنين بقت كام العرض عندي بقت اثنين والهاي لسه واحد فبقت الاريا yine 2 هاخد الواحد واروح بها الي بعد كده اللي هو أنا برضه عندي حاجة في دماغة أنا بفكر فيها. أنت حالياً بتضرب بس أنت بتجيب الإيريا على طول يعني أنت بتضرب وبتكيب الماكسيموم إيريا معي. فالرقم الكبير هو اللي هتخليه والرقم الصغار هترميه يعني أنت في أول واحدة أنت ضربت واحد في واحد. فهي جابت لك واحد فأنت معاك ده. هو ده الماكسيموم بتاعك. بعد كده أنت هتضرب اتنين في واحد. فبقت اتنين فالماكسيموم بدلوقتي أنت هتغيره لأنه هيبقى اتنين وهكذا. بالزبط أنا طول ما أنا ماشي أنا استلبى كيب الماكسيموم هي معي. بس فالحل الأولاني بالنسبالي أن أنا هعمل اتنين فوردوبس جواب بعض. الاتنين فوردوبس جواب بعض دولار. همسك كل إيريمينت من دولار. وأعدي على العناصر اللي بعديه كلها وأبدأ أحسب الإيريا بينه وبين كل واحد علشان أشوف أكبر واحد عندي إيه. فده الحل للطبيعي اللي هيجي في الماغي أول حاجة وأنا بفكر إن ده الحاجة المستستريت فورد فأنا هعملها وهتديني السلويوشن بتاعي. يعني وأنا في الانترفيو أنا هحاول أوصل لوركينج سلويوشن فأنا لو مش ناجي حاجة في الوقت دوت هبدأ أعمل إيمينتيشن أنا لو مش ناجي حاجة تانية في الوقت ده ممكن طبعا أنت بتتكلم مع الانترفيوور بتحاول تاخد منه فيدباك بتحاول تأخد أكتنولوجي أو تأخد أكتنولوجي منت على الابروتش اللي انت هتشتغل به بس أنا لو مش قدامي حاجة تانية دلوقتي أنا المهمة عندي أو حاجة من الحاجات المهمة أو الكريتيريز اللي هيبص عليها إن أنا وصلت له الوركينج سلويوشن فخلينا نعمل ده خلينا نعمله اللي هو الحل التو لوبس وبعد كده نشوف لو في حل تاني نبدأ برضو نفكر فيه طيب كم فالتو لوبس في الأول خالص هعمل التو فور لوبس وانا باللوقتي يشغل بسي شارب أنا برضو عايز أوضح إنه مش هتفرق يا جماعة اللغة أنت إحنا إن شاء الله في الحلقات أو المسائل كلها نحل بلغات مختلفة كل حد يحل بلغة بتاعته المهم إنك تفهم اللي بيحصل وانت هحول الكلام ده لللغة بتاعتك ومش يكون صعب لو انت فهمت مش تغلت يستي شاربا من سنتين بس إن شاء الله نستي شوي فاسمه ده آه فهنعمل نستد لوبس وفي كل اللوبس دولت هبدأ أحسب المزيح نحن زي ما اتكلمنا نحتاج في الأول عندنا maximum area هنبدأ ب zero وبعدين هبدأ أعمل four loops four int i equals zero i L من height length and i plus plus هناك شيء ليس ستفرق معنا في الكمليكستي قوي إن أنا أنا ممكن أخد two loops مع بعض إنه ممكن أخد two loops من الأول للآخر اللي هو أبدأ four وعدين أبدأ j من الأول بس يعني doesn't make sense ما إن أنا كده كده هعمل هعمل repeating أو هحسب الحاجة أكتر من مرة فهنبدأ من i plus one بحيث إن إحنا نوفى على نفسنا شوية space ليه بدأت من i plus one ما بقولك هو الطبيعي إن أنا ممكن أبدأ هناوات الواحد وأعدي على كل الأيثم الثانية وبعدين أبدأ التمانية وأبدأ أجيب elements من واحد تاني بس أنا قريدي حسبت دي أنا قريدي حسبتها مع 8 1 و 8 هي 8 و 1 فأنا هبدأ بالواحد وبعدين اللوب الصغيرة هتعدي على من 8 لحد 7 وبعدين هبدأ من 8 واللوب الصغيرة هتعدي من 6 لحد 7 وهكذا لابدأ من كل i وبعدين أخذ الج اللي هي الحد الآخر قبل كده أنا قريدي حسبته مرة قبل كده حال الكمبيلكستي بتاعتي هتفضل big big o of n square علشان أنت تلاحظتها بالنظر خلينا خلينا نحلها وبعدين نبص على common بس أنا دلوقتي عايزة أشوف الarea فالarea بتاعتي هجيبها ازاي هقوله max area max area ستكون أكبر حاجة من max area اللي فاتت والarea اللي أنا هتحسبها دلوقتي عادة ما max max و هقوله max area وهنا هو هتديله الايه؟ new area اللي هي خلينا نجيبها من حتة تانية get area الget area دي ابعت لها high ابعت لها i ابعت لها j return max area أنا هنا عملت عملت وراميتها بعدين أنا مش عايزة أشغل نفسي أنا بس برسم يعني اعتبار studio code كده دوات الحل بتاعي المشاكل الصغيرة كلها هنحلها بس أنا حبيت الـ approach بتاعي يكون واضح من البداية بدون تعقيدات من غير مدخل في تفاصيل أو implementation details بعد كده هعمل implementation بس حبيب أشوف الموضوع كده واضح ولا ايه؟ هو كده زي الفل يعني الكود حتى بدء من الأول modular يعني ما ازاي ما يعني نظم الناس بتحيل فدي بتبقى برضو indicator كويس للناس في الـ ان انت كوب بتاعك حتى تقدر تغيره لو انت عايز تغير بتاعي ازاي بيجيب الـ area والكلام ده فيبقى بتعدل في حتة واحدة وحلو جدا فنفكر في الـ area بقى او نشوف المشكلة الصغيرة داخلها ازاي احنا بس ادنا لها الـ rg بالكامل و ادنا لها i و ادنا لها j الarea عندي هي احنا زي ما اتفقنا احنا بنجيب المكسيموم من الـ 2 دولات مضروبة في الفرق ما بين الـ indexes ف nat.min الhigh d of i والhigh of j دولات الـ 2 values مضروبة في الفرق ما بين الـ 2 اللي هي هتبقى j minus i بس المفروض اني ديت المساحة الماثده 8 انا جبت الاصغر واحدة من الـ 2 دولات وضربتها في الفرق ما بينهما لشان نجيب العرض المفروض ان احنا كده خلصنا المسألة لو جالبنا نعمل run هتضرب فوش هنا ها اه هتبقى ملوك المنخ assisting يمكن ان تحصل بين الـ لكن اي ديالي في الانترفيو انا ما عنديش راند فأنا هحاول عبص اصلا أحاول التست الكود بتاعي على الـمبوث اللي موجود علشان نشوف المشكلة فيها ايه انا لقط المشكلة خلاص بس يعني ايه لا انت أقول لنا هتمشي الخطوات ازاي هذا قال لك انه لقط المشكلة يعني خطبه لها بس خلينا نبص عليها من الاول خلينا نبص عليه ديالياليالرق دياليالرق هنا اخذ الصغيرة مثلا بنامي التست عليها اللي هي فيها واحد وواحد هني اجي نبص من الأول هما الري واحد بواحد هنبدأ الـ i احنا بنعمل debugging أو بنوريه ان احنا بنعمل debugging علشان test the cases اللي عندنا غالبان المسألة بيكون فيها واحد او اثنين use case فالواحد او اثنين use case اللي هو مدهم لي انا بحاول ان انا مشي المسألة قدامه حتى ممكن جنب كل واحد كده تكتب له results بتاعتك لحد ما تفاليدات الconcept او تفاليدات ان الموضوع ايه شغال قدامك وطبعا تاخد بالك مثل corner cases لو use cases ديات فيها حاجة مش بالد او حاجة بتاخد بالك منها يعني او تعمل تستيس بطاعتك منها هي المشكلة اللي حصلت مانج دعاب الـ debugging جاوي على قد ما هي انت عاطت الـ J تعريبا بلاس بلاس هي دي المشكلة انا عملت ديات كوبي فما غيرتش الـ J في الـ inner loop المفروض ان انا مادوسش ران المفروض ان انا لسه أتيست الحاجة وصالي انت في العادي المفترض اه في الـ صح لو انا فاهم ببا فيه؟ لا مفيش اه على قل يعني اللي انا مجربت يعني في بعض الشركات بتعمل كده يعني انا في الشركات بخلينك تست كيسز كمان فالقصد انت ان احنا نراجع قبل ما ندوس ران او نجربها الاول مرة ده اصدق ليه بقى يعني لو انا جربت و هي فيها مشاكل ده مش حلو يعني؟ اه اعتقد اه بيتبصلها في الـ interview ان انت حد يعني بترش قوي او بيتموف بس انت بتتحرك بسرعة من غير ما تاخد بالك من الـ من الـ implementation او مش بتـ validate اللي انت عملتها فـ idea مش المفترض الـ run ده validation يعني انا هعمل run واكتب تستات فـ run التستات فده من ضمن الـ validation بس ماشي؟ ما هو في الـ real life مفيش run عشان تـ validate انت لو انت هتعمل حاجة انت بقول انت بتكتب لها test case هنا عدد مش هتكتب test case فانت بتـ mimic test case اللي انت هتكتبه كأنك بتعمل unit test في دماجك بتعمله في دماجك بس في حالة كده خلصنا الـ solution الاولاني اه خلينا نتكلم على الـ complex-t بتاعت الـ inner loop اللي احنا عملنا هدي في العادي خلينا ناخد لو احنا عندنا مثلا لهم طوق inner loop بدقي من الاول للاخر فهعمل خلينا نحاول نعمل نعمل matrix كده فيها 0 و 1 و 2 و 3 و 4 دولة الـ index انت عايز تـ test كل واحدة مع كل الحاجات الثانية في حالة ان احنا نعمل الـ n square 1 و 2 و 3 و 4 و بعدين ده هتاخد معي هناخد هنا 0 و 1 و 2 و 3 و 4 وبعدين هتبدأ توصل كل واحدة بس فانت هنا عندك الـ values كلها موجودة مرتين و كل واحدة منهم بتحاول تـ testها اجنس تلحاجات التانية لاتا الـ n square هتلاقي نفسك بالـ test 0 الاولانية مثلا بتعدي فيها مع كل الـ cases d وبعدين تخد الـ index التاني تعدي فيه مع كل الـ cases d الـ index التالت تعدي فيه مع كل الـ cases d وهكذا فدي هتلاقي في الـ n square هتلاقي نفسك بالـ test ها هنا وهنا 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 ديت الـ n square اللي احنا عملنا دلوقتي ان احنا قد شلنا نص الـ occurrences ديت علشان احنا لما بدأنا بالـ zero لما بدأنا بالـ zero اخدنا من اول الـ 1 وعملنا test فقدران لما بدأت من الـ 1 اخدت من اول الـ 2 لما بدأت من الـ 3 اخدت من اول الـ 4 فهتلاقي ان كل الـ occurrences ديت مش موجودة تمام بس هي هستيل n square بالنسبة للـ complex t يعني الـ n square هي لها معادلة كده بس يعني في الاخرى هتوصلك لـ n square انت مش غالبا برضو في الـ complex t والناس بتبصي لها هو عندك طريقتين علشان تبصي على الـ complex t واحدة منهم ان انت بتمشي وراء الكود أصلا وتشوف كل حاجة بتحصل بتحصل عدقية يعني تبصي على الـ for loop مثلا فتقول ان ديت لو بتعدي على كل الـ array فديت معناها n تبصي على الـ if conditions وتشوف مش الـ if conditions تبصي على الـ roots او التفريعات اللي بتحصل انت بتعيد كل حاجة كذا مرة الـ regurgents الكلام ده كله الحاجة الثانية علشان تعرف بيها او علشان تتست بيها ان انت لوجيكالي بالـ approach بتاعك انت بتعرف انت عملت ايه فانا هي بالـ approach بالـ approach بتاعي انا يعني هنا انا ما ببصتش على الـ code ما ببصش على الـ code انا ببص بس على الفكرة بتاعتي او اللي في دماغي كان عامل ازاي انا وفرته نص الـ occurrences فبسست لهم كتير ديها بتتحسب ازاي ديها تليها معادلة كده هوت اللي هي بيقول لك الـ الـ complexity بتاع ديت انت اكتر واحدة هنا هوت اللي هي الـ n هتلاقي نفسك بتعمل n plus n-1 علشان اللي تحت بقيت اقل من اللي فوق بواحد plus n-2 plus n-3 لحد ما توصل ايه للزيرو اللي هي برضو بتترانزلت لمعادلة تانية اللي هي واحد ثلاثة اصلا n-3 ثلاثة ثلاثة ن في الاخر n-3 ثلاثة اه فوق ديت ثلاثة بس فهتلاقي نفسك هتلاقي المعادلة ديت بتترانزلت في الاخر لواحد زائد اتن زائد ثلاثة زائد n علشان احنا هنا انتبادئ من الـ n وبتقل لحد ما توصل لزيرو فالمعادلة ديت هي لها معادلة كده اللي هي n مضروف n-1 على اثنين اللي هي في الاخر هتلاقي الـ complexity بتاعتك n-square طيب خلينا نـ submit ونشوف المشكلة ان هما هيقولولنا بقى ان في مشكلة ونبدأ ان نشوف الايه ايه نفكر ازاي في حل احسن هو خلينا نروح للـ interview بردين هو في الـ interview انت عملت الحل الاولاني وانسى ان انت عملت الحل الاولاني عملت validate the test cases بتاعتك انا الحاجة اللي بفكر او غالبا الـ interviewer بيسأل في الاحوال اللي زي ديت what can we do better what can we do better انت بتبدأ تفكر الـ complexity بتاعتك هنا n-square فانت تعرف تجيب حاجة احسن من كده ولا لا فاحد الـ interviewer مثلا كان حاجة سهلة زي ديت وبعدين عملتها وبعد ما خلصتها قال لك طب انا عندي الـ array ديت الحجم بتاعها لقيته ضرب بقى في حتة تانية مش عارف كم مليون والـ RAM بتاعك مش هياخد مش عارف كم element فالموضوع دخل في حتة تانية دخل في حتة distributed systems ودخل في ان انت بتكتب مابريديوس وبتكتب حاجات تانية بس فغالبا انت بتوصل للحل الاولاني وبعدين تشوف الدينة راحة فين بعد كده الدينة راحة فين بعد كده الحل الثاني اللي عندنا اللي هو الحل بتاع الـ two pointers الـ two pointers هيوفر علي في ايه؟ الـ two pointers هيوفر علي ان انا هيكون هبدأ ان انا ابعد او احاول اكسي كلود بقدر الامكان الحاجة اللي انا عارف انها مش هتديني الماكسي ماري فانا هبدأ ارص عليه من الاول والاخر واشوف انا هبدأ pointer في الاول و pointer في الاخر واشوف عندي الـ area دي ايه وبعدين احاول اكسي كلود او ابعد الـ high القصير اللي هيديني الـ يا قليلة بحاول بحاول امكسيمايز الـ chances بتاعت ان انا اجيب هاي اعليها طيب عادة الـ two pointers دي بتبقى ازاي؟ يعني بعيدا او ممكن ناخد المسألة كـ sample الـ array وقولينا الـ two pointers دول بيتحركوا ازاي وهيساعدونا ازاي انه يبقى الـ performance احسن؟ هي دي حاجة تانية حاجة تانية ان هي الـ two pointers الفكرة كلها انت بيكون عندك two pointers بيعدوا على الـ rd بيعدوا على الـ rd ديت على حسب نوع المسألة او على حسب انت عايز ايه من المسألة ممكن الـ two pointers دولة تبدأوا مع بعض في الاول مسألة يبدأوا مع بعض في الاول ويتلاقي حتى بيسموها مش عارف الـ speed pointer و slow pointer حاجة كده بيبدأ من الاول بس على حسب نوع المسألة انت عايزة او لحد ما تشوف تصغر يمين وتكبر الشمال لحد ما تشوف الكيس بتاعتك او الماكسيمم كيس بتاعتك هتيجي على ايه؟ عادة انت بدل ما تمشي loops كتيرة زي ما احنا بنعمل دلوقتي هتتحرك بناحيةين مع بعض هتقلب الـ n square لـ n او لـ to n بتتحرك لو بواحدة بس بتتحرك بـ two pointers بدل ما بتست كل الكيسز اللي عندك بتدور على الكيسز اللي ليها تشانس احسن خلينا نرفلكت ده طيب على الـ input اللي عندنا يعني نشرحها الاول كـ comment ممكن ناخد الـ input ده كـ comment ونتخيل الـ two pointers وهنمشي ازاي عليهم بحيث الناس تبقى فاهمة قبل ما نكتب الكودي هاولتو بوينترز اللي في المغياء او الفكرة اللي انا بحكر فيها دلوقتي ان انا هبدأ في واحد من الاول و واحد من الاخر بوينتر في اول الـ array وبوينتر في اخر الـ array وابدأ احساب المسيح وبعدين هافضل ماشي من اليمين ومن الشمال بس في كل واحدة منهم انا بحاول ان انا اكسيكلود الحاجة اللي ليها تشانس قليلة ان هي تديني الماكسيباريا باقي اكسيكلود كل مرة الحاجة اللي هو الـ bar القصير اللي عندي يعني انا دلوقتي عندي الـ two bars في الاول وفي الاخر خلينا نبدأ مثلا من الواحد ومن السبعة في الرسم اللي قدامي دلوقتي هاحسب الـ area اللي عندي هتكون كم الـ area اللي عندي هتكون الـ index بتاع الـ array ده يتفعها كم index واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تسعة فالـ index رقم تمانية ناقص الـ index zero بتمانية فانعرفت ان العرض بتاعي تمانية والـ high بتاعي هيبقى واحد فتمانية في واحد انا عرفت ان الـ area في الوقت دوت هي واحد من الاول للاخر فدلوقتي هحرك الـ pointer للعليمين ولا للعشمال انت بدأت الـ الاثنين انت بدأت واحد من اليمين واحد من الشمال صح؟ يعني هحطي الـ pointer عند الواحد وبوينتر عند السبعة اوه وتلقت المسافة بتاعتي او الـ فانا انا مفترض اسكيب الواحد فهحرك العشمال اخلي الـ pointer على الثمانية بالضبط فهتتحرك الـ pointer اللي هو الـ lift تزوده واحد فدلوقتي هتبص على الـ area بتاعتك اللي هي هتكون الحاجة اللي هتنفع في الحالة ديت يعني هتبقى عندك تمانية او سبعة وبعدين هتبص عليهم هتقول تمانية ناقص واحد بسبعة سبعة في الـ high او في الـ minimum high اللي هي سبعة فهتبقى تسعة واربعية فانت كده جبت الـ max area في الكيس دي وبعدين بعد كده هيكون فيه chance اتانية ولا لا انا لسه معرفش فهبدأ ان انا اكسيكلود القصير اللي هو اخر واحد اللي هو الـ right خلينا نحطها ازا ما قلت لك كومنت ونحط نرسم الـ pointer بحيس الناس تبقى تبقى شايفين وممكن نمسح الحل اللي هو اللي موجودة ونحط comment على الـ input ونحط الـ pointer بادينا بحيس تبقى واضحة للناس حاجة تانية من الحاجات برضه وانت بتحل انت ما تبدأش تبدأش تحط ايدك في الكود من غير ما يبقى عندك فكرة واضحة انت عايز تعمليه انا فكرت بالـ approach وعملت test الـ approach وخلاص it's working فهبدأ حتة ان انت تدخل تكتب كود على طول وبعدين تبدأ تفكر وانت بتكتب الكود دي في حد ذاتها بتضعي وقت كتير جدا وبتلاقي حاجات بتكتشفها وانت بتحل محتاجك تغير اللي فات فعيان كان الفكرة اللي عندك يعني بلاها test الاول قبل ما تبدأ تكتب يعني بس فهنا هو احنا عندنا الـ ray بتاعتي هي عندي الـ right pointer وعندي الـ left pointer الـ left pointer دوت هيبدأ في الاول يبقى بواحد وright pointer هيبدأ في الاول يبقى بواحد الـ right pointer هيبدأ في الاول يبقى بواحد تمانية ناقص صفر بتمانية في واحد الـ 8 وبعدين عملنا بعيدنا او اتحركنا بالـ left pointer الـ left pointer بدال بقى واحد بقى تمانية فهنفضل نعدي بها كده لحد ما نخلص لحد ما الاتنين يقابلوا بعض او لحد ما الفت بوينتر يبقى بيسوي الريد بوينتر وخلص وهنبريك ونخرج ديت تمانية عملنا اكسي كلوت لديت فرحت للتلاتة فدي بقت ثلاثة والمسافة ما بينهم قلت واحد في الاوكل الثمانية بعد ان بقت سبعة بعد ان بقت ستة فبقت ستة في ثلاثة ثمانية سبعة ستة خمسة باربعين بس هنكمل في الريد والليفت الحد بيقابل بعض واحنا كده كده بنجيب الماكس في البداية فخلاص انا قريدي عرفت ان ديها الماكس من بداية خلاص خلينا نبدأ طيب نحط بقى ثم نرى ثم نرى إليها ثم نرى الطائرة الغمامة ثم نرى بسي لديها الغمامة طيب نرى الغمامة وتنتظر ماضي الغمامة الغمامة وبعدين نقول له ويل الليفت أقل من الريت نبدلها بالليفت دعنا نجرب برضو قبل أن ندوس رون دعنا نأخذ الكاس من الأولانية أنا بدأت عند الواحد وبدأت عند السبع وبدأت عند السبع وبعدين عديت على الكود بتاعي الـ height.length. minus 1 اللي هو دوت هيكون عندي في الحالة ديت اللي هو لسه ثمانية وبعدين الـ left أقل من الـ right فدوت حاصل يعني الـ next area عندي هتكون الـ next ما بين ديت وما بين الـ get area الـ get area اللي هي أنا اديت له الـ array وديت له الـ left اللي هي 0 والـ right اللي هي الثمانية في الجهة هنا هوت ورائة اللي هي الثمانية ثمانية ناقص زيرو والـ high of d-o-d طيب المفروض كده إلى حد إلى حد الماء أنا مش شايف مشكلة احنا بعد عاليسينا ندوس submit المارضة فاتت بس هي يعني كنت اتعدي time time limit exception بالضبط زي دي time limit exceed ديت علشان انا يعني لما بسط عليها دلوقتي انت ما عملتش ايه احنا ما عملناش ايه انا عرفته برضه بس يعني يقول احنا ما غيرناش الـ بالضبط احنا ما تحركناش مع كل كيس استيل كل الحاجات ديت هي دخلت في infinite loop هم لا تست الـ left or right نفترض الـ left احنا قلنا هنقارن الـ left وهنكيب الكبير بتاعهم فده معنا ان احنا هنغير الـ لو انا اتحرك لو انا اطلع الـ left زي ما قلنا واحد فده قليل فانا هغير الـ left اخليه الـ left plus one عشان اروح للرقم اللي بعده والـ right هيبضل ثابت الـ left من الـ right فقلنا لو الـ left اقل من الـ right لو الـ left اقل من الـ right احرك الـ left بالضغط هبقى احنا هبقى تمام الـ left احرك الـ right تمام انا مش هعرف انا فاكر انت قلت الجزء بتاع الـ اللي هو الـ الـ right انت كده كده بتحسبه في الـ وانت بتحسب الـ area هو ده جزء الـ خلينا نغير المثابات هنا left right 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 left 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 فدوات الـ خلص اهو كده واضح او ايه? اهو كده كده اوضح. دايما مشي دايما مشي. حاجة برضو من الحاجات اللي مهمة نفكر فيها لما توصل للحل. اللي هي حتة. اللي ايه? الهجي كيسز. بالضبط اوه. بالضبط اوه. الهجي كيسز في الحاجات اللي زي ديت بتبقى مهمة جدا. انت له. هو هنا يعني في ليتكوت غالبا بيكون مديك شوية كونسترينز ولا حاجة. اه بس اه في الانتربيو مش على طول انت بيجي لك ده. فانت ممكن تحتاج ان انت تسأل عليه. طب اه ماشي. حلوة الحتة دي انا انا برضو ببقى شوية يعني بستك فيها. اقول لي بت بتفهم الكونسترينز ازاي. فبتطلع ايه اللي بتطلعه منها ما هو مسلا يقول لك هنا ان الكونسترينز هنفترض عشر قص رقم معين. يعني اوقات بيقول لك ان هو عشر قص خمسة مسلا. فده معناه اول اللي انا عرفه ان لازم بتطلع ما تنفعش تبقى اكتر من كده. ده معناه ان هي هت هتفيل مسلا او الحل تاعك هيبقى مش مقبول. ايه تاني من الكونسترينز انت بتقدر تفهمها اول ما تشوفها ايه. او لو انت بتفكر فيها. انت عندك حالة مسلا زي هنا مسلا يعني هنا في في الاكزامبل التاني مسلا بيدي لك الهاي فيه انت ممكن يجي لك الاري فاضي. دي حاجات مثلا. اه ممكن يجي لك الاري بينادل. في في حاجات كتيرة انت بتلاقي نفسك وانت بتبدأ المسألة تقول تتشيك ان الهاي دوت. ان الهاي دوت مش فاضي. ان الهاي دوت لو فيه element واحد مثلا. في الحلقة اللي احنا فيه هدية. احنا الوقت بنتعمل ببوينترز. اه لو فيه element واحد مثلا. احنا في النسال اللي احنا فيه بالزبط دوت. الريت والليفت كده كده مش هيدخل في اللوب فخلاص مش هعمل مشكلة. هيرجع zero خلاص. بس في حاجات تانية كثير. الريفت والريت مثلا ممكن بتتحرك من الاول. بتتحرك سعب بيبقوا في الاول. اي و اي بلاس وان. فلو الري فيها element واحد اي بلاس وان دي هتضرب منك من الاول. اه فتحوا ببالك من ال اه انك ما تعديش بتاع الري بتاعتك وكده. اه بالزبط اه خصوصا وانت بتتحرك في ال اه وانت بتتحرك بالبوينترز وانت بيبقى عندك بتاعت ال اكبر بكتير جدا. من انك بتفور اللوب مثلا وعارف ان انت كده كده. وفي بعض اللغات ما بتضربش يعني ممكن هتضرب في الجافة هتضرب ممكن في بايثون مش هيدرب هيجيب لك element من من اخر الري وهو هي هتجيله سالب واحد وهو سالب واحد بالنسباله تماما هروح يجيب لك اخر last element من الري وهتلاقي الدنيا ماشية وانت مش عارف. اي وار مش محتاج فور اللوب والانت بتعمله يتقضى بفور ايتش مسلا وانت بتعملها علشان برضي يعني الموضوع من انه يطلع من هنا او من هنا ايه 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 من الكوننسلينز ممكن نخلي بالنا منه. خلاص تمام احنا يعني خلينا ت تبقى بالمسائل كلما نمر بحاجة لو لقينا حاجة نبقى نذكر الحالة بتاعتها ايه 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 هل في حل تاني انت متخيله ممكن يحل المسألة دي حل تاني احسن اسرع او ممكن نبص لو انت حابب نبص على حل من الحلول التانية ونشوف اولو مش حابب عادي خلاص لو انا بالنسبالي كده اعتقدت حل ممكن نبص على الهنس دي حاجة حلوة برضو في الهتكود وغالبا لو بسيت على الهنس غالبا ممكن متحتاجش ان انت تبص بره او تدرح تدرح على حل بره او حاجة ايه بيقولك هنا if you simulate the problem it will be okay الحل الاولاني اللي احنا عملناه اللي هو ال in square which is not efficient try to use two pointers set one pointer to the left and one to the right of the array will always move the pointer that points to the lower line how can you calculate the amount of water of each step زيت اللي هي اللي احنا عانيها بس فالهنس دي في اوقات كتيرة بتكون مفيدة يعني بس انا برضو اعتقد انه ضغط اللي احنا مشينا فيها فانت عادة لو انت معرفتش توصل الحل بنفسك فانت بتروح تبص على الهنس بتدير حل دي في مد متحام اسمها اي دي الpremium account is totally worth it يعني create code الpremium account بيديك في solution هنا بيفتح لك solution انا مش مش عملها دلوقتي طبعا مس يعني في حاجة بيبقى فيها editorial اه editorial بيجيب لك شرح تفصيلي للحلول المختلفة فبيبدأ بالحل الأولاني ويدي لك الشرح بتاعه وبعدين يدي لك الحل اللي هو الـ بيبقى مفيد جدا جدا في حالة ان انت سمودة حالة ان انت لو انت في مد متحان ولا انت شغال ويتحاول ان انت تحسن الاسكالز بتاعتك وكده الـ editorial دوت مفيد جدا جدا يعني حاجة مهمة برضو حطة ان انت تظهر على حلول كتيرة فيه ناس كتير انا شخصيا لما بدأت في الأول خالص ده من كم سنة يعني كان الواحد قولنا بيلاقي أول حل خلاص انا خلصت المسألة وتتكعلي بعدها بس بس حتة ان انت تبص وتشوف الـ وتبدأ تشوف حلول مختلفة فيه مسائل الواحد حللها اصلا معدي فيها على حللها بأربع خمس طرق مختلفة الحاجات دي كلها حتى لو انت في الانتروبيو مش هتحل بالأربع خمس طرق مختلفة بس حتة ان انت تتكلم في دوت وتقول دوت وتعرض الحاجات اللي انت عارفها انا دي الى حد ما بتدي تنزق كويسة طيب زي الفول احنا كده خلصنا المسألة دي فانا بشكرك يا بحمد والى لقاء في مسألة اخرى ان شاء الله شكرا شكرا شكرا